تعرف على مملكة أطلنتس الجديدة وعلى أهدافها ومن يقف خلف فكرة تأسيسها وإلى ماذا يطمحون أولا مملكة أطلنتس الجديدة هي دولة قيد التأسيس والإنشاء وهي ذات سيادة لا مركزية وذات نظام ملكي دستوري ديمقراطي ببني تحت نظام مؤسساتي بحيث تكون فيه جميع سلطات الثلاث ذات استقلالية خاصة ومفصولة عن بعضها البعض لأن أساس مبدأ الفصل بين السلطات هو الذي يحقق دولة المؤسسات لتكون السلطة التشريعية صاحبة التشريع والسلطة القضائية صاحبة القرار والسلطة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ قرارات السلطتين التشريعية والقضائية وباستقلالية تامة دون تدخل أي سلطة بقرارات السلطة الأخرى إلا وفق ما يسمح به الدستور والقانون وتكون الحكومة اللامركزية المؤلفة من رئيس الوزراء والوزراء هي الجهة المخولة بالحفاظ على هذا النظام ومراقبة آلية عمل السلطات والفصل بينها وتأتي هذه الحكومة وفق انتخابات برلمانية ديمقراطية وتأخذ شرعيتها من خلال ثقة البرلمان الذي يمثل الشعب ثانيا إن فكرة تأسيس مملكة أتلنتس الجديدة جاءت من خلال عمل جماعي نخبوي مكون من عدة أشخاص ذوي رؤية فكرية ثقافية وعلمية وخبراء وعلماء وكتاب وباحثين معروفين وعلى مستوى عال من المصداقية والشفافية وأصحاب رؤية مستقلة فكريا تهدف لبناء مكون ثقافي معرفي وعلمي يأخذ بيد المجتمعات نحو خطوة متقدمة من التنمية الفردية والجماعية فكريا وعلميا وثقافيا ليكونوا على مستوى عال ورفيع من العلم والمعرفة والذي يجعل منهم نواة خطة التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا بحيث تتحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال العنصرين الأساسيين وهما الفرد والبيئة الاقتصادية والثقافية مما سيخلق واقعا متقدما يمكن المجتمع من الانتقال نقلة نوعية نحو التقدم لتحقيق الدولة الذكية بكامل مكوناتها ومرافقها بشكل يجعل منها نموذجا عصريا يطمح لتحقيقه القاصي والداني ويكون مضربا للأمثال في النهضة والنجاح والتقدم بحيث تصبح مقياسا دوليا تعتمد عليه الدول في تصنيف تقدمها ثالثا تخطط مملكة أطلنتس إلى بناء العديد من المدن الذكية حول العالم حيث أنها تسعى للاستثمار في بناء مدن الذكية بكامل مرافقها تكون صديقة للبيئة وذات تنمية مستدامة وحيكل حضاري مربوط بشكل مباشر بالتكنولوجيا العصرية بحيث تصبح مدن ذكية بكامل المعنى الحرفي للكلمة ومن خلال مشاريع تنموية متطورة تسعى مبلكة أطلنتس الجديدة إلى الحد من استهلاك الوقود والاعتماد على الطاقة النظيفة التي تسهم إسهاما فاعلا في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري الذي أصبح شبحا يهدد وجود الإنسانية ويهدد التنوع البيئي ويشكل خطرا داهما على البيئة الحيوانية والنباتية البرية منها والبحرية ولذلك فمملكة أطلنتس تطرح نفسها وبكل ثقلها ومقوماتها كمنقذ لهذا الكوكب ومن يعيش عليه لنستبق الكارثة ونعالجها قبل حلولها وفوات أواني ردعها وعلاجها رابعا إن مملكة أطلنتس الجديدة تطمح للتعاون مع كافة الدول في جميع أنحاء العالم لتحقيق هذا الهدف النبيل وتدق ناقوس الخطر على جميع السعاد بحيث أصبح الأمر ملحن ويجب على الجميع المبادرة في وضع الحلول المستدامة لمنع تفشي الأمراض وتفشي المجاعة وتفشي الجريمة والكوارث الطبيعية التي تتسبب فيها ظاهرة الاحتباس الحراري وكذلك زيادة تعداد سكان الكوكب ومن يحتاجه ذلك من خطط تنموية مستدامة تنقل الجميع من مربع الاستهلاك إلى مربع الإنتاج لكي يعيش العالم في سلام وأمن وتناغم ونحارب الفقر بكل الأشكال المتاحة بسبل التنمية للحد من مستوى الجريمة والحد من مستوى الأوبئة والأمراض لكي نصنع لأبنائنا وأحفادنا مستقبلاً يشكروننا عليه ويمكنهم من العيش بحرية وكرامة ورفاهية بدلاً من أن نورثهم أزمات وحروب وكوارث بسبب استنزافنا الغير محدود والغير متز لجميع الثروات الطبيعية بشكل جنوني خامساً بناءً على ما تقدم فإن مملكة أطلنتس تفتح ذراعيها لجميع مواطني العالم ولجميع دول العالم من أجل التعاون في جميع المجالات والاستفادة من جميع الخبرات التي تطمح لوضع الحلول البناءة لمشاكل الكوكب وقد بدأت مملكة أطلنتس الجديدة بمنح شهادات الجنسية مجاناً لجميع من يتقدم بطلب الجنسية سعياً منها لتحقيق أهدافها النبيلة من خلال السعي نحو الحصول على اعتراف دولي وأممي بها كمملكة ذات سيادة بعد استفائها لشروط الدولة من خلال وجود حكومة وأرض وشعب يحق له المطالبة بدولته والاعتراف بها بناء على هذا الأساس الذي تقدمنا به آنفاً فإن مملكة أطلنتس تمد يدها لجميع الدول من أجل التعاون المشترك وإن مملكة أطلنتس تعلن بكل حرص على أنها لا تتدخل ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة كما وأنها لا تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية وبما أننا نطرح أنفسنا كمملكة للسلام والإنسانية فإننا نتوقع من كافة دول العالم أن تتعاون معنا في جميع مجالات التنمية المستدامة وأن نتبادل مكاتب التمثيل الدبلوماسي مع كافة دول العالم لكي تعم الفائدة وتنتشر معايير التنمية المستدامة لتعمل على تنمية الدول الفقيرة والغنية على حد سواء من خلال استثماراتنا الكبيرة المتمثلة في بناء المدن الذكية حول العالم وزارة التربية والتعليم في مملكة أطلانتس الجديدة أرض الحكمة وزير التربية والتعليم الدكتور ياسر ربع ترجمة نانسي قنقر